واني ما جلس امرئ مؤمن في هذه الجلسة محتسبا عند الله جلوس باكيا حزينا معزيا بالحسين إلا كتبت له الجنة كما ورد في الأثر عنهم صلوات الله عليهم فأرجو منكم الجلوس والاستراخ والاستماع ونهو ذلك كل قربة إلى الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لما أصبح الحسين يوم عاشورا وصلى بأصحابه صلاة الصف قام خطيبا فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله سبحانه وتعالى قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال ثم صفهم للخر وكانوا سبعة وسبعين ما بين فارس وراجل فجعل زهير بن القين في الميمنة وخبيب بن مظاهر في الميسر وأعطى رايته أخاه العباس وثبتاه وعليه السلام وأهل بيته في القلب وتقدما عمر بن سعد نحو الحسي في ثلاثين ألفا وعلى الميمنة عمر بن الخجاج الزبيدي وعلى الميسرة شمر بن ذي الجوش وعلى الخيل عزرة بن قيس وعلى الرجالة شبث بن ربع والراية مع ذويد مولاه فأقبلوا يجولون خول البيوت فيرون النار تضطرموا في الخندق فنادى شمر بأعلى صوته يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة فقال الحسين من هذا كأنه شمر بن ذي الجوش قيل نعم فقال يا ابن راعية المعزى أنت أولى بها مني صليا ورام مسلم بن عوسج أن يرميه بسهم فمنعه الحسين وقال أكره أن أبدأهم بقتال ولما نظر الحسين إلى جمعهم كأنه السايل رفع يديه بالدعاء وقال اللهم أنت لا ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعد كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيل ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عن من سواك فكشفته وفرجته فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة ثم دعا براحلته فركبها ونادى بصوت عال يسمعه جلهم أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأعطيتمون الناس من أنفسكم كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم علي سبيل وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم اقضوا إلي ولا تنظروا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالح فلما سمعنا النساء هذا منه صحن وبكين وارتفعت أصواتهن فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي من الأكبر وقال لهما سكتاهن فلعمري ليكثروا بكاؤهن ولما سكتنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه ثم قال أيها الناس الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال متقلبة بأهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمعا من طمعا فيها وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخدتم الله فيه عليكم وأعرضا بوجهه الكريم عنكم وأحلا بكم نقمته وجنبكم رحمته فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم فتبا لكم ولما تريدون وإنا لله وإنا إليه راجعون هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي ألست أنا ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عندي ربه أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي أوليس جعفر الطيار عمي أولم يبلغكم قول رسول الله لأهلي ولأخي هذاني سيدا شباب أهل الجنة فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضر به من اختلقه وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك أخبركم سلو جابر ابن عبد الله الأنصاري وأبي سعيد الخدري وسهل ابن سعد الساعدي وزيد ابن أرقم وأنس ابن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لأهلي ولأخي أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي فقال له الشم وهو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول فقال له حبيب ابن مظاهر والله إني أشهد الله أنك تعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول ثم قال الحسين فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أني ابن بنت نبيكم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم ويحكم أتطلبوني بدم قتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة فأخذوا لا يكلمون فنادى يا شبث بن ربعي ويا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا زيد بن الخارث ألم تكتبوا إلي أن اقدم قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجند قالوا قالوا لم نفعل قال سبحان الله بلى والله لقد فعلتم ثم قال الحسين فإن كنتم لا ترغبون بي فدعوني أرجع إلى المكان الذي جئت منه فقال قيس بن الأشعث أولا تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه فقال له الحسين أنت أخو أخيك أتريد أن يطلبك بن هاشم أكثر من دم مسلم بن عقيل لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد عباد الله إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ثم أنا خراحلته وأمر عقبت ابن سمعان فعقلها لم أنسوه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النآبا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقل إن فيكم عترة وكتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا لا سنة والسهام جوابا وخرج إليهم زهير بن القي وخرج إليهم زهير بن القي على فرس ذنوب وهو شاك في السلاح وقال يا أهل الكوف نذار لكم من عذاب الله نذار إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم ونحن حتى الآن إخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف وأنتم للنصيحة منا أهل فإذا وقع السيف إن قطعت العصمة وكنا أمة وأنتم أمة عباد الله إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية فإنكم لا ترون من سلطان ابن زياد ويزيد إلا سوء عمره والله والله ليقطعان أيديكم وأرجلكم ويمثلان بكم ويرفعانكم على جذوع النخ ويقتلان قراءكم أمثال حجر ابن عدي وأصحابه وهاني ابن عروة وأشباهه فسبوه وأثنوا على عبيد الله بن زياد ودعوا له وقالوا لا نبرح حتى نقتلك وصاحبك أو نبعث به وبأصحابه إلى عبيد الله بن زياد سلم فقال يا قوم ألا تقبلون منهم أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا من ويلكم يا أهل الكوف أنسيتم كتبكم وعهودكم ويحكم أدعوتم أهل بيت نبيكم حتى إذا جاءوكم حلأتموهم عن ماء الفراد فرماه الشمر بسام وقال اسكت أسكت الله نأمتك أبرمتنا بكثرة كلامك فقال زهير يا ابن البوال على عقبي ما إياك أخاطب إنما أنت بهيمة والله لا أظنك تحكم من كتاب الله آيتي فبشر بالخزي والعار يوم القيامة فأرسل إليه الحسين مرسولا يقول له ارجع فلعمري لئن كان مؤمن آل فرعون قد بلغ قومه ونصح لو نفع فيهم النصح والإبلاق وخرج إليهم برير بن خضير وكان ناسكا قارئا للقرآن ومن شيوخ القراء في جامع الكوفة وله في الهمدانيين شرف وقدر وجلال فوقف قريبا منهم ونادى يا معشر الناس إن الله بعث محمدا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وهذا ماء الفرات الذي تقع فيه خنازير السواد وكلاب وقد حيل بينه وبين ابن رسول الله أفجزاء محمد هذا قالوا يا برير قد أكثرت الكلام فاكفف عنا فوالله لا يعطش الحسين كما عطش من كان أقبل ويقصدون بذلك عثمان بن عفان فقال برير ويلكم يا أهل الكوف ألم تكتبوا إلى ابن بنت نبيكم أنقدم فقد أينعت الثمار واخضر الجناب أنسيتم كتبكم وعهودكم وما كتبتم له فأخذوا يرمونه بالسهام فتقه قراء إلى ورائه وأقبل القوم يزحفون نحوه وكان فيهم عبد الله بن حوزة التميم فصاح أفيكم حسين وفي الثالث قال أصحاب الحسين هذا الحسين فما تري قال يا حسين أبشر بالنار قال الحسين كذبت بل أقدم على رب غفور كري مطاع شفيع فمن أن قال ابن حوزة فرفع الحسين يدايه حتى بان بياض ابطيه وقال اللهم حزه إلى النار فغضب ابن حوزة وأقحم الفرس إليه وكان بينهما نهر فعلقت قدمه بالركاب وسقط عنها وانقطعت قدمه وساقه وفخذ وبقي جانبه الآخر معلقا بالركاب وأخذت الفرس تضرب به كل شجر وحجر حتى هلك قال مسروق ابن وائل الحضرمي كنت في أول الخير التي تقدمت لحرب الحسين لعلي أن أصيب رأس الحسين فأخضى به عند ابن زياد فلما رأيت ما صنع بابن حوزة عرفت أن لأهل هذا البيت حرمة ومنزلة عند الله وتركت الناس وقلت لا أقاتلهم فأكون في النار ثم إن الحسين عليه السلام ركبا فرسه وأخذا مصحفا ونشره على رأسه ووقف بإزاء القوم وقال وقال يا قوم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم استشهدهم عن نفسه المقدسة وما عليه من سيف النبي ودرعه وعمامته فأجابوه بالتصديق فسألهم عما أقدمهم على قتله قالوا طاعة للأمير عبيد الله بن زياد فقال تبا لكم أيها الجماعة وترحا تفتوا إلى كلام الإمام قيسوه بيومكم حاضركم تفتوا فقال تبا لكم أيها الجماعة وترحا أحين استصرختمونا واله فأصرخناكم موجبين سللتم علينا سيفا لنا وتداعيتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم فأصبحتم قلبا لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم فهلا لكم الويلات تركتمونا والسيف مشي والجأش طام والرأي لما يستصحف ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتهافت الفراش ثم نقضتموها فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاب الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإذن ونفثة الشيطان ومطفئ السنن ويلكم أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون أجل والله غدر فيكم قديم وشجت علي أصولكم وتآزرت فروعكم فكنتم أخبثا ثمر شجل للناظر وأكلة للغاصب ألا وإن الدعي ابن الدعي يعني ابن زياد قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبي من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ألا وإني زاحف بهذه الأسر على قلة العدد وخذلان الناصر ثم أنشد أبيات فرو فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمينا وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا أما والله لا تلبثون بعدها إلا كريث ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور عهد عهده إلي أبي عن جد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم رفع يديه بالدعاء وقال اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وصلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كاسا مصبرة فإنهم خذلون وقتلون وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير واستدعى عمر بن سعد وكان كارها لا يحب أن يأتيه فقال أي عمر أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بلاد الري وجرجان والله لا تتهنأ بذلك عهد محود فاصنع ما أنت صانع فإنك لا تبرح بعدي بدنيا ولا آخرا وكأني برأسك على قصبة يترى ماه الصبيان بالكوفة ويتخذوه غرضا بينهم فصرفا بوجه عنه مغضبا ولما سمع الحر ابن يزيد الرياح كلام أبي عبد الله الحسين واستغاثته بعث إلى عمر بن سعد فقال أم مقاتل أنت هذا الرجل قال إي والله قتالا أيسره أن تسقط فيه الرؤوس وتطيح الأيدي قال ما لكم فيما عرضه عليكم من الخصال قال لو كان الأمر إلي لقبلت إلا أن أميرك ابن زياد يأبى ذلك فتركه ووقف مع الناس وكان إلى جنب قرة ابن قيس فقال لقرة هل سقيت أفرسك قال لا قال فهل تريد أن تسقيه فظن قر من ذلك أنه يريد الاعتزال ويطمع أن يجاهده أحد فتركه فأخذ الحر يدن من الحسين ابن علي قليلا قليلا قال له مهاجر ابن الأوس أتريد أن تحمل فسكت وأخذته الرعدة فاغتاض المهاجر من هذا الحال وقال له لو قيل لي من أشجع آل الكوف لما أعدوتك فما هذا الذي أراه من فقال الحر إني أخير نفسي بين الجنة والنار والله لا أختار على الجنة شيئا ولو أحرق ثم ضرب جواده نحو الحسين بن علي منكسا برأسه حياء من آل الرسول بما بما أساء إليهم وجع جعابهم رافعا صوتا اللهم إليك أنيب فتب عليه فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك يا أبا عبد الله إني تائب فهل ترى لي من توبه فقال الحسين نعم يتوب الله عليه فسره قول أبي عبد الله وتيقن الحياة لابدي والنعيم الدائم واتضح له قول القائل هال فيه لما خرجت من الكوف نوديت أبشر يا حور بالجنة فقلت ويل للحر يبشر بالجنة وهو يسير إلى حرب ابن رسول الله ثم استأذن الحسين في أن يكلم القوم فأذن له فقال يا أهل الكوف لأمكم الهبل والعبر أدعوتم هذا العبد الصالح وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه حتى إذا جاءكم أخذتم بكظمه وحلأتموه عن ماء الفرات الذي تشرب فيه خنازير السواد وكلابه وهاهم قصر عوم العطش بئس ما خلفتم محمدا في ذريته ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة فحملت عليه رجالة من نبل فتقهقر إلى ورائه ولذلك ترى الأصحاب في كل مقام وعظ وإرشاد وتوجيه يرمون بالسهام أو يحمل عليهم أحد ترى هم يتراجعون إلى ورائهم امتثالا لأمر إمامهم ونادى الشمر أين بنو أختنا أين العباس وإخوته فأعرضوا عنه فقال الحسين أجيبوه ولو كان فاسقا فقالوا ما شأنك وما تريد قال يا بني أختي أنتم آمنون فلا تقتلوا أنفسكم مع الحسين والزموا طاعة أمير الفاسقين يزيد فقال العباس له لعنك الله ولعن أمانك أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان وتأمرنا وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء وتقدم عمر بن سعد نحو معسكر الحسين ورمى بسام وقال اشهدوا لي عند الأمير بن زياد أني أول من رمى ثم رمى الناس فلم يبقى من أصحاب الحسين أحد إلا أصابه من سهامهم فلما نظر الحسين إلى ذلك قال لأصحابه قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه فإن هذه السهام رسل القوم إليكم فحملوا أصحابه حملة واحدة ومنجلت الغبر وإذا عن خمسين صريعا من أصحاب أبي عبد الله أخواني سندخل في المصائب إن شاء الله بدأت المعرك فتدرون أنا دا أقرى باختصار لأن الوقت الموجود قليلا فأرجو التركيز وهذا مجلس عزاء أرجوكم فأترك الهيبة الآن اليوم ماكو هيبة اليوم أكو عزاء واضح إن شاء الله الكلام أرجوكم ما أريد أشوف واحد قاعد ومتهندم وجاي كأنما لا اليوم اليوم رسول الله مغبر أشعث يدفن الحسين رجاء فأهل النياحة وأهل العزة خلي يتقدموا لي للأمام اللي عنده دمعة اللي عنده دمعة خلي يقعد يمي رجاء اللي ما عنده دمعة براحت لا يتقرر اليوم يوم عزة اليوم يوم بكاء اليوم يوم نعي أي نشمي اليوم آل محمد اليوم الإمام المهدي قلبه مدمة اليوم أهل البيت في مصاب اليوم شيعة أهل البيت في مصاب فأقعد لي قاعدة نياحة لا رجل نازل ورجل صاعدة أقعد لي قاعدة نياحة نشمي فدوا ايه خلي النوح دخلنا بالمصاب وخرج يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله بن زياد فطلب البراس فوثب حبيب وبري فلم يأذن لهم الحسين فقام عبد الله بن عمي الكلبي وهو من بني علي أو علايم وكنيته أبو لهب وكان طويلا شديد الساعدي بعيد ما بين المنكبي شريفا في قومه شجاعا مجربا فأذناله وقال أني أحسبه للأقران قتالا فاستجابا لهما فسألاه من أنت فاستجابا لهما فقالا لا نعرفه فليبرز إلينا زهير وحبيب أو بري وكان يسار قريبا منه فقالا له فقالا له يا ابن الزانية أوبك رغبة عن مبارزتي فشد عليه سالم بالسيف فاتقاها عبد الله بيده اليمنى فأطار أصابعها وما لعليه عبد الله فقتله ورجع إلى الحسين يرتجز وقد قتلهما أمعا ولما نظرت إلي زوجته أم وهب أخذت عمودا وأقبلت نحوه تقول فداك أبي وأمي قاتل دون الطيبين ذريتي محمد فأراد أن يردها إلى الخيمة فلم تطاوعه وأخذت تجاذبه ثوبة وتقول لنا أدعك دون أن أموت معك فقال لها الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئتي تقاتلين معي قالت لا تلمني إن واعية الحسين كسرت قلبي فقال لها من الذي سمعت منه قالت سمعته بباب الخيمة ينادي واقل لتناصره فنادى الحسين سيدي أبا عبد الله ردها إلى الخيمة فناداها الحسين جزيتم عن أهل بيت نبيكم خيرا ارجعي إلى الخيمة فإنه ليس على النساء قتال فرجعت ولما نظر الحسين إلى من بقي من أصحابه إلى كثرته من قتل منهم أخذ الرجلان والثلاثة والأربعة يستأذنون الحسين في الذبعان والدفع عن حرمه وكل يحمل آخر من كيد عدوه فخرجت جابريان فقاتلا في مكان واحد حتى قتلا وخرج الغفاريان فقال للحسين السلام عليك أبا عبد الله إنا جئنا لنقتل بين يديك وندفع عنك فقال مرحبا بكما واستدناهما من فدنوا وهما يبكيان فقال ما يبكيكما يا ابني أخي فوالله لأرجو أن تكونا بعد ساعة قرير العين قال ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك نراك قد أحيط أبك ولا نقدر أن ننفعك فجزاهما الحسين خيرا وتقدما يقاتلا قريبا من حتى قتلا وخرج عمر بن خالد الصيداوي وسعد مولا وجابر بن الحارث ومسمع بن عبد الله العائد وشدوا جميعا على أهل الكوفة فلما أوغلوا فيهم عطب عليهم الناس حتى قطعوهم عن أصحابهم فندب إليهم الحسين أخاه العباس فاستنقذهم بسيفه وقد جرحوا بأجمعهم وفي أثناء الطريق اقترب منهم العدو فشدوا بأسيافهم مع ما بهم من الجراح فقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد ثم حمل عمر بن الحجاج على ميمنة الحسين فاقتتلوا ساعة وفيها قاتل مسلم بن عوسج فشد عليه مسلم بن عبد الله وعبد الله الفزري وثارت لشدة الجلاد غبر شديدة ومنجلت الغبر وإذا بمسلم صريعا وبه رمق فمشى إليه الحسين ومعه حبيب بن مظاهر فقال له الحسين رحمك الله يا مسلم وتلا قوله تعالى منهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله ودنا منه حبيب وقال لقد عز علي مصرعك يا مسلم أبشر بالجنة فقال له مسلم بن عوسج بصوت ضعيف بشرك الله بخير يا أخي يا حبيب فقال حبيب لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بجميع ما يهمك فقال له مسلم أوصيك بهذا وأشار إلى الحسين بن علي أن تموتا دون فقال أفعل ورب الكعب وفاضت روحه بينهما ويصلت يا بي انظاهر منيتي ويصلت يا بي انظاهر منيتي أنا ما وصيك بعيالي وبيتي أو لا تحفظ أو لا آلي وثنيتي إن شانيتك مثلنيتي أريد أنك تجاهد سوئتي بالإحسين ويعيالي وصيتي وصاحت جارية له ومسلما يا سيداه يا ابن عوسجتاه فتنادى أصحاب ابن الحجاج قتلنا مسلما فقال شبث ابن ربعي لمن حوله ثكلتكم أمهاتكم أيقتل مثل مسلم وتفرحون لرب موقف له كريم في المسلمين رأيته يوم سل آذر بيجان وقد قتل ستة من المشركين بعد انتهاء خيون المسلمين ثم حمل عمر بن الحجاج من نحو الفرات فاقتتلوا ساعة وفيها قاتل عبد الله بن عمير الكلب فشد عليه هاني بن ثبيت الحضرم فقطع يده اليمنى وقطع بكر بن حيساق وأخذا أسيرا وقتلا صبرا فمشت إليه زوجته أم وهب وجلست عند رأسه تمسح الدمعا وتقول هنيئا لك الجنة أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك فقال الشمر لغلامه أضرب رأسها بالعمون فشدخه وماتت مكانها وهي أول امرأة قتلت يوم عاشور من أصحاب الحسين بن علي وحمل الشمر على ميسرة الحسين فثبتوا له وجثوا على الركب وأشرعوا الرماح فلم تقدم الخي ولما ذهبت الخيل لترجع رشقهم أصحاب الحسين بن نبل فصرعوا رجالا وجرحوا آخرين ثم حمل الشمر حتى طعن فصطاط الحسين بالرم وقال علي بالنار ليحرق على أهله فتصايحت النساء وخرجن من الفصطاط وناداه الحسين يا بن ذي الجوشا كنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهلي أحرقك الله بالنار فقال شبث بن ربعي أمرعبا للنساء صر والله ما رأيت مقالا أسوأ من مقالك ولا موقفا أقبح من موقفك فاستحيا وانصرف وحمل على جماعته زهير بن القي في عشرة من أصحابه حتى كشفوهم عن البيوت ولما رأى عزرة بن قيس وهو على الخيل الوهن في أصحابه والفشل كل ما يحملون بعث إلى عمر بن سعد يستمده الرجال فمده بالحسين بن نمير في خمسمائة من الرماد واشتد القتال وأكثر أصحاب الحسين فيهم الجراح حتى عقروا خيولهم وأرجلوهم ولم يقدروا أن يأتوهم إلا من وجه واحد لتقارب أبنيتهم فأرسل ابن سعد الرجاب ليقوضوها عن أيمانهم وعن شمائلهم ليحيطوا بهم فأخذ الرجلان والثلاث والأربعة من أصحاب الحسين يتسللون البيوء فيشدون على الرجل فيقتلونه فيرمونه من قريب فيعقرونه وصاح عمر بن الحجاج بأصحابه أتدرون من تقاتل تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوا على أقلتهم والسبب في ذلك أنهم كانوا يقاتلون عن عقيدة وإيمان وأولئك كانوا يقاتلون في سبيل المادة والطمع لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم فقال عمر بن سعد صدقت الراي ما رأيت أرسل في الناس من يعزم عليهم بألا يبارزهم رجل منهم ولو أتيتم عليهم وحدانا لأتوا عليكم والتفت أبو ثمام الصائد إلى الشمس فرآها وقد زالت فقال للحسين نفسي لك الفدا إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك لا والله أهلا تقتلوا حتى أقتلى دونك وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتها فقال الحسين نعم ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكري ثم التفت الحسين عليه السلام لما نظر إلى الشمس فقال دعوهم فقال اجسألوهم فليدعونا نصلي فقال الحسين إنها لا تقبل فقال حبيب بن مظاهر زعمت أنها لا تقبل من آل الرسول وتقبل منك يا أحمار فغضب الحسين فضرب حبيب وجفر سيء بالسيف حبيب فشبت به ووقعا عنه واستنقذه أصحابه فحملوه وقاتلهم حبيب قتالا شديدا فقتلا على كبري سنه إثنين وستين رجلا ثم حمل عليه بودير بن سري العبد وطعنه آخر من تميم برمحه فذهبا ليقوم وإذا بالحسين يضربه بالسيف على رأسه فسقط إلى الأرض ونزل إليه التميم واحتز رأسه فهز مقتله الحسين وقال عند الله أحتسب نفسي وحمات أصحابي واسترجع الحسين كثيرا وخرج من بعده الحر ابن يزيد الرياح ومعه زهير بن القير يحمي ظهره فكان إذا شد أحدهما واستلحمه شد الآخر واستنقذه وبعلى ساعة وإن فرس الحر لمضروب على أذنه وحاجبيه والدماء تسيل منه فبرزا إليهم وهو يرتجز ويقول إني أنا الحر وما والضيفي أضرب في أعناقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيف أضربكم أضربكم ولا أرى من حيف حتى قتل منهم جماعة كثيرة على كبري سنة جيل هموم الفواقم مجد الأغذون أورجي الغاضر إيا وحامل بيوت عقوب ما شابتي مني مذاهب الموت صاحي وفياب دمى على الثرى يسير إجاهي حسين مثل اللي يهدور ينادي ودمع عينة عليه ينثور أمك ما خطت من سمتك حور ميسا عنا الترابي ومد ما عيسين أومين نادى الرجيد ياخدنا وصاخ عمامة بغيض سلت بيض الإصباح بذيك الخيل نادت كل بنرياح عملت الحور عجب يلي دهت بالخيل على خشوم الزلم رغم النشئلة الكلمة قتول تنهض ليجب إله لا عند المعركة والجث تجشت العشيرة شالتة بحر الظهير الكلمين هم عالية شالتة الغيرة بس ظل ويل ما عيدهم عشيرة تعرفهم له لا بس ظل ويل ما عيدهم عشيرة ضحى يا على التراب من غير تغسير وجاء رجل من أصحاب الحسين هو علي بن الحسين وقال نعم الحر حر بني رياحي صبور عند مشتبك الرماحي ونعم الحر إذ فاد حسينا وجاد بنفسه عند الصباح وصل الحسين بمن بقي من أصحابه صلاة الخو وتقدم أمامه زهير بن القين في نصف من أصحابه ويقال إنه صلى وأصحابه فراد أبل إيماء ولما سقط سعيد إلى الأرض أقبل عليه الحسين فقال اليوم ألقى جدك النبي ثم أباك ذندا عليا فقال الحسين وأنا ألقاهما على أثرك فلاحت روحه الطائرة ثم إن زهير بن القين حملا على القوم فقتلا منهم ثم رجع إلى الحسين وقال لا أراني أرجع بعد نزلتي هذه السلام عليك وعلى هداءك وهداء أبيك ثم تقدم نحو القوم مسلطا سيفا فقتلا منهم اثنين وستين رجلا وفي رواية قتل منهم ثمانون ثم حملوا عليه من كل جانب وقتلا رضوان الله عليه ووقفا عابس ابن أبي شبيب الشاكري أمام الحسين وقال ما أنت على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعزى علي منه ولو قدرت أن أدفع الضيم عنك بشيء عاد علي من نفسي لفعل السلام عليك وعلى هداك وهداء أبيك ومشى نحو القوم مسلطا سيفا وبه ضربة على جبئنه فنادى على رجل فأعرضوا عنه لأنهم عرفوه أشجع الناس فصاح عمر بن سعد ارضخوه بالحجار فرمي بها فلما أرأى ذلك ألقى درعه ومغفره وشد على الناس وإنه ليبرز أكثر من مئتي ثم تعطبوا عليه من كل جانب وقتل رضوان الله عليه ونادى يزيد بن معقل يا برير كيف ترى صنع الله بك قال صنع الله بي خيرا وصنع بك شر فقال يزيد كذبت وقبل اليوم ما كنت كذابا أتذكر يوم كون أماشيك في بني لو أبن وأنت تقول معاوية ظال وأن إمام الهدى علي بن أبي طالب فقال برير بلى أشهد أن هذا أرأيي فقال نعم وأنا أشهد أنك من الظالي فدعاه برير إلى المباهلة ورفع أيديهما إلى الله سبحانه يدعوانه أن يلعن الكاذب ويقتله ثم تضاربا فضربه برير على رأسه ضربة قدت المغفر والدماغ فخر كأنما هوى من شاهر وسيف برير ثابت في رأسه وبيناه ويريد أن يخرج إذ حمل عليه رضى بن منقبال عبدي واعتنقه واعترك فصرعه برير وجلس على صدره فاستغاث رضى بأصحابه فذهب كعب بن جابر بن عمر الأزدي ليحمل على برير فصاحبه عفيف بن زهير ابن أبي الأخنس هذا برير بن خضير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في جامع الكوفة فلم يلتفت إليه وطعن بريرا في ظهره فبرك برير على رضا وعظ وجهه وقطع طرف أنفه وضربه كعب برمحه عنه وضربه بسيفه فقتله فقام العبد ينفض التراب عن قبائه ويقول لقد أنعمت علي يا أخ الأزد نعمة لا أنساها أبدا ولما رجع كعب بن جابر إلى أهله عزمت عليه عتبت عليه امرأة النوار وقالت أعمت على ابن فاطمة وقتلت سيد القراء لقد أتيت عظيما من الأمر والله لا أكلمك من رأسي كلمتنا بدا ووقف جون مولى أبي ذر الغفار أمام الحسين وقال سيدي أبا عبد الله إن ريحي لنة وحسبي للئيم ولوني الأسود فتنفس علي بالجنة ليطيب ريحي ويشرف حسبي ويبيض لوني لا والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم أهل البي فقتل خمسا وعشرين وقتل فوقف عليه الحسين وقال اللهم بيض وجه وطيب ريحا واحشروا مع محمد صلى الله عليه وآله وعرف بينه وبين آل محمد فكان كل من يمر بالمعركة يشم منه رائحة طيبة أذكاء من المسك صلوا على محمد وآله محمد الله 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 وكان أنس ابن الحارث ابن نبيه الكاهلي شيخا كبيرا صحابيا رأى النبي وسمع حديثا وشهد معه بدرا وحنينا فوقفا شادا وسطى بالعمام رافعا حاجبي بالعصابة فقال الحسين شكرا لله لك يا شيخ فقتل على كبري سنهي ثمانية عشر رجلا ثم قتل وجاء عمر بن جنادة الأنصار بعد أن قتل أبوه في الحملة الأولى وهو ابن إحدى عشر سنة يستاذن الحسين وقد أمرته أمه من قبل ذلك وقالت ولدي قم وانصر ريحانة رسول الله بعدما ألبسته لامة حربه فجاء يستاذن من الحسين بن علي ويقول سيدي أبا عبد الله ائذن لي فقال الحسين لأصحابه هذا غلام قتل أبوه في الحملة الأولى ولعل أمه تكرى خروجه إلى المعركة ردوه إلى الخيمة فصاح الغلام عجلا خائفا من أن يصده أصحاب أبي عبد الله وقال سيدي إن أمي هي التي ألبستني لامة حربه فأذن لي ابن رسول الله حتى أرزق الشهادة بين يديه فجزاه الإمام خيرا فبرز وهو يقول أميري حسين أميري حسين ونعمة الأمير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والدان فهل تعلمون له من نظير له طلعة مثل شمس الظوحى له غرة مثل بادر موني فقاتل قتال الأبطال ثم أحاط الأعداء به من كل جانب أردوه إلى الأرض صريعا فقطعوا رأسه ورموا به نحو الخيام وسعت إلى رأسه أمه فأخذته وضربت به رجلا قريبا منها أفماد وعادت إلى المخيم فأخذت عمودا وقيل سيفا وأنشأت تقول أنا عجوز كالنساء ضعيف خاوية بارية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة فردها الحسين إلى الخيمة بعد أن أصابت بالعمود رجلي وما رضي الحسين سلام الله عليه أن تخرج امرأة من سائر نساء المسلمين أمام الأعداء أمام الرجال الأجانب فصونوا حلائلكم معاشر المسلمين وصونوا نساءكم كما تصونون بيناركم ودرهمكم وقاتل الحجاج بن مسروق أجع فيه حتى خض باب الدماء فرجع إلى الحسين يقول اليوم ألقى جدك النبي ثم أباك ذندا عليا ذاك الذين عرفه الوصية فقال الحسين وأنا ألقاهما على أثرك فرجع يقاتل حتى قتل أخواني سندخل في مقتل أهل البيت عليهم السلام ولما لم يبق مع الحسين إلا أهل بيته عزموا على ملاقات الحدو ببأس شديد وحفاظ المن ونفوس أبي وأقبل بعضهم يودع بعضا وأول من تقدمه هو شبيه رسول الله علي الأكبر وكان شبيها برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا فأحطن به النسوة وقلن ارحم غربتنا فليس لنا طاقة على فراقك فلم يعبأ بكلامهم واستأذن أباه وبرز على فرس للحسين يسمى لاحقا وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت لا أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلا منها أشمي علوي تل أهلا يحكم فينا ابن الدعي فلم يتمالك الحسين دون أن رفع شيبته المقدسة نحو السماء وأرخى عيني بالدموع وقال اللهم مشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه اللهم فامنحهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق أقددا ولا ترضي الولاد عنهم أبدا ولا تغفر لهم أبدا وصاحب صوت عال يا أمة السوء بئس ما خلفتم محمدا في ذريته ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة وصاحب ابن ساد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم وبيناه وكذلك إذ أقبل علي يستريح ويذكر ما أجهده من العطش فبكى الحسين وقال وغوثا ما أسرع الملتقى بجدك فيسقيك بكاسه الأوفا شربة لا تضمأ بعدها أبدا نادا يا أبو يا شربة ما يبجبني نادا يا أبو يا شربة ما يبجبني كيف شربة أدقى وورد لا لقوم واحده يا أبو يا أبو يا نفطر شربة وحق جدي العطش والشميس والميدان والحق يقول لأمني أن أجيب الماء يا ابني ما هو حاج يكبه ضحيلي وشحبني أوفز روحي وحمال شابدي ولتشامني يا ابو يستخلف الله العمر ويصبر يقول لأوه الدميع يسفح من العين يا بعدي وبعد كل الناس يحسير تقل صبري وقلبي صار نص اشلونا صبير يا ابو ياوي الصبر واتاه سهم وقع في حلقه وطعنه مرة بن منقذ العبدي بالرمح في ظهره وضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته وتابعه الناس بأسيافهم حتى قطعوه إرباء فمشى إليه الحسين وانكب عليه يقول قتل الله قوما قتلوا ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول على الدنيا بعدك العفى ثم أخذ بكفه من دم الطاهر ورمى به نحو السماء فلم يسقط منه قطر ثم أمر فتيانه أن يحملوه إلى الخيم فجاءوا به إلى الفصطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه وحرائر بيت الوح ينظرن إليه محمولا قد جللته الدماء بمصاب من العز حمر قد وزع جثمانه الضر والطان فاستقبنه بصدور دامية وعولتين تصك سمع الملكون وأمامهن كبيرة البيت الهاشم زينب العقيلة صارخة نادبة فألقت بنفسها عليه تضم إليها ذمام نفسها الذاهب وحماة خذرها المنتهك وحماة بيتها المنهدم وخرج من بعده عبد الله بن مسلم ابن عقيل بن أبي طالب وهو يقول اليوم ألقى مسلما وهو أبي وعصبة بادوا على دين النبي فقتل جماعة بثلاث حملات ورماه يزيد بن الرقاد أجواني بسامن فاتقاه بيده فسمرها إلى جباته فما استطاع أن يزيلها عن جباته فقال اللهم إنهم استغلونا واستقلونا فاقتلهم كما قتلونا وبيناه وعلى هذا إذ حمل عليه رجل برمحه فطعنه في قلبه وماء ولما قتل عبد الله بن مسلم حمل آل أبي طالب حملة واحدة فصاحبهم الحسين صبرا على الموت يا ابني عمومتي فوالله لا رأيتم هوانا بعد هذا اليوم فوقع فيهم عون بن عبد الله ابن جعفر الطيار وأمه العقيل زينب وأخوه محمد وأمه الخوصاء وعبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب وأخوه جعفر بن عقيل ومحمد بن مسلم بن عقيل وأصابت الحسن المثنى ثمانية عشر جراحا قطعت يده اليمنى ولم يستشهد وخرج أبو بكر ابن الإمام السبط الحسن عليه السلام وهو عبد الله الأكبر وأمه أم ولد يقال لها رملا فقاتل حتى قتل وخرج من بعده أخوه لأمه وأبيه القاسم وهو غلام لم يبلغ الحلم فلما نظر إليه الحسين اعتنقه وبكأ فبرز كأن وجهه شقة قمر وبيده السيف وعليه زار وقميء وفي رجلي نعلان فمشى يضرب بسيفه فانقطع شسع نعله اليسرى وأنف ابن النبي الأعظم أن يحتفي في الميدان فوقف يشد شسع نعله وهو لا يزن الحرب إلا بمثله غير مكترث بالجمع ولا مبال بالألوف وبينه وعلى هذا إذ حمل علي عمر بن ساد ابن نفيل الأزدي فضربه بالسيف على رأسه ففلق هامته وصاح الغلام يا عماه وأمه واقف بباب الخيمة تنظر إليه وهي مدهوشة فأتاه الحسين وضرب قاتله فاتقاها بالساعد وأطنها إلى المرفق وصاح صيحة عظيمة سمعها العسكر فحملت خيل بن ساد لتستنقذه فاستقبلته بصدورها ووطئته فماء ومنجلت الغبر وإذا الحسين قائم على الغلام وهو يفحص برجلائه والحسين يقول بعدا لقوم قتلوك خصمهم يوم القيامة جدك ثم احتمله ورجلاءه يخطان في الأرض فألقاهما علي الأكبر وقتل حوله من آل بيته جابهما الدداما بي أنخو فدوة جابهما الدداما بي أنخو بيتشاعدهم يولي وهم موتا بس ما سمعني النسوة صوته ايجا تعمت تصيح الله واكبر امبارك بين سبعين اللي بجابه عني الحين بدمي الراس حنه بجالي الشامل مني الشام زفه على راسك ملبسنا بالينثو وَلَمَّا رَأَ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ السَّلَامِ توجه بعض للعزة وَلَمَّا رَأَ الْعَبَّاسُ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَثْرَةَ الْقَتْلَى فِي أَهْلِهِ قَالَ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَأَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ وَعُثْمَانِ وَجَعْفَرِ تَقَدَّمُوا يَا بَنِي أُمِّي حَتَّى أَرَاكُمْ نَصَحْتُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَالْتَفَتَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ أَكْبَرْ مِنْ عُثْمَانَ وَجَعْفَرِ فَقَالَ تَقَدَّمْ يَا أَخِي أَرَاكَ قَتِيلًا وَأَحْتَسِبُهُ فَقَاتَلُوا بَيْنَ يَدَي أَبِي الْفَضْلِ حَتَّى قُتِلُوا بِأَجْمَعِهِمْ وَلَمْ يَسْتَطِعَ الْعَبَّاسُ صَبْرًا بعد قتل إخوته وأولاد عمه وأخيه وكان آخر من بقي مع الحسين فاستأذنه قال يا أخي أنت صاحب لوائي قال العباس قضاق صدري وأريد أن أخذ الثاري من هؤلاء المنافق فقال الحسين إذن فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء فذهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار فلم ينفع فرجع إلى الحسين يخبره فسمع الأطفال ينادون العطش العطش فأخذ القرب وقصد الفراد فحاطوا به أربعة آلاف ورموه بالنبال فلم يعبى بجمعهم والأراعة كثرتهم فكشفهم عن المشرع ودخل الماء واغترف من ليشرب فتذكر عطش الحسين فرم الماء فرم الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني فبعده لا كنتي أو تكوني هذا الحسين وارد المنوني وتشربين بارد المعيني اشلو نشرب واخوه يا حسين عطش اشلو نشرب واخوه يا حسين عطش سيكنا والحرام واطفال رضعام وضن قلبي العليل التهب نيرا يا رتي الماي بعد لا حلو مر هذا الماي يجري بطون حيات اضوق قبل شابدي حسين حيات وضن طفلا يا ويا لي من العطش ما وضن موتي قرب ويل عمر قصر ثم ملأ القرب وتوجه نحو المخيم ثم اخذ علي الطريق فجعل يضرب فيهم ويقول لا ارهب الموت اذا الموت سقى حتى اوارى بالمصالي تنقى اني انا العباس اغدو بالثقة ولا اهاب الموت يوم الملتقى فكمن له زيد بن الرقاد من وراء نخلة وعاونه حكيم بن الطفيل السنبسي فضربه على يميني فبراها واخذ السيف بشماله وقال والله ان قطعتموا يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقيني نجل النبي الطاهر الاميني فكمن له زيد بن الرقاد من وراء نخلة فضربه على شماله فقطعها فضم اللواء الى صدره وتكاثروا عليه واتته السهام كالمطر فاصاب القربة سام واريقى ماءها وسام اصاب صدرا وسام اصاب عينا وضربه رجل بالعمود على راسه فنادى عليك من السلام ابا عبد الله فأتاه الحسين ورآه مقطوع اليمين واليسر لا تبرد نشمي فرآه مقطوع اليمين واليسر مرتدا بالجراحة انحنى عليه وبكى بكاء عاليا ابشوا يا امامك وقال الان انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي ثم حمل عليهم يضرب فيهم ويقول الى اين تفرون وقد كسرتم عبدي وبين امامنا جالس عند اب الفضل واذا باب الفضل انتبه قال سيدي ما تريد ان تصنع قال اريد حملك الى المخيم نادى يا اخو يا حسين خليني بمجاني يا اخو يا حسين خليني بمجاني يا اخو يا حسين خليني بمجاني بماء يوم استحي منها يوم اقدر نادى يا اخو يا ماء دارت لنا كرمي يا حسيني وهي برجوك تسقيها ميا يا اخو يا مني اني جهت لأكل مني او تقضي بالشمس والعطاش والحار وبعد هنيهة فاضت روح ابي الفاض في حجر ابي عبد الله الحسين فرجع الحسين الى المخيم منكسرا حزينا يكفكف دموع بكم وقد تدافعت الرجال على مخيم فصاح اما من مجير يجيرنا اما من مغيث يغيثنا اما من طالب حق فينصرنا اما من خائف من النار فيذوب عنا فاتت سكينة وسألت عن عمها فاخبرها بقتله وسمعته زينب فصاحت واخا وعباسا وضيعتنا بعدك وبكينا النسوة فبكى الحسين معهن وقال وضيعتنا بعدك ولما قتل العباس التفت الحسين فلم يرى احدا ينصره ونظر الى اهله وصحبه مجزري كالاضاحي وهو اذا يسمع عويل الايام وصراخ الاطفا فصاحب اعلى صوته هل من ذاب عن حرم رسول الله هل من موحد يخاف الله فينا هل من مغيث يرجو الله في اغاثتنا فارتفعت اصوات النساء بالبكى ونهض السجاد يتوكى على عصاه ويجر سيفا لانه مريض لا يستطيع النهو فصاح الحسين بام كلثوم احبسيه لان لا تخلوا الار من نسل اهل محمد فارجعته الى فراجه وهي تنادي يا اخو يوم ما لك امعي تنادي يا اخو يوم ما لك امعي وقوامك على الغابرة مطاعي احبسيه 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 يا ارض احبسيه احبسيه ثم انه احبسيه وارتدى عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا بولده الرضيع يودعه فاتته زينب بابنه عبد الله وامه الرباب فاجلسه في حجره يقبله ويقول بعدا لهؤلاء القوم اذا كان جدك المصطفى خصمه ثم اتى به نحو القوم يطلب له الماء فرماه حرمل بسام فذبح فتلقى الحسين الدم بكفه ورما به نحو السماء فلم يسقط منه قطرا الله وقال هون علي ما نزل بي انه بعين الله اللهم لا يكن اهون عليك من فصيل ناقة صالح الهي ان كنت حبست عنا النص فاجعله لما هو خير منه وانتقم لنا من الظالم واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل اللهم انت الشاهد على قوم على قوم قتلوا اشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله وسمع عليه السلام قائلا يقول دحو يا حسين فإن له مرضعا بالجنة فأتى به إلى قرب خيمة العقيل زينا وما رجع به إلى أمه لأن الأم لا تتمكن أن ترى ولدها مذبوحا ماما فخرجت إلي العقيلة فلما نظرت إلى الطفل وإذا به مذبوح من الوريد إلى الوريد والسهم نابت في نعره ودمه مسفوك على صدري نادت يا أخوي لطفل عني دغطي نادت يا أخوي لطفل عني دغطي أنا ما لي قلوب يا حسين صدلي أشوف ذبي حي وما أد رجلي خو يا لو أن العطش لان يلحق علي هذا الخفت من طحت بي الله 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 وحفر له الحسين سلام الله عليه بجفنه سيفه ودفنه مرملاً بدمه ويقال وضعه مع قتل أهل بيته وحمل نحو القوم مسلطاً سيفاً يائساً من الحياة ودعى الناس إلى البراز فكان يقتل كل من برز إليه حتى قتلى جمعاً كثيراً ثم حمل على الميمنة وهو يقول الموت أولى من ركوب العاري والعار أولى من دخول النار وحمل على الميسرة وهو يقول أنا الحسين بن علي آلية ألا أمثني أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي قال عبد الله بن عمار بن يغوث ما رأيت مكثوراً قد قد قتل ولده وأهل بيته وصحبه أربط جاشاً ولا أمضى جناناً ولا أسرع مقدماً وقد كانت الرجال تنكشف بين يدي إذا شد فيها ولم يثبت له أحد ثم رجع إلى مركزه يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وطلب في هذا الحال ماء فقال الشمر لا تذوق حتى ترد النار ثم إنه عليه السلام لما منعوه الماء حمل من نحو الفراد على عمر بن الحجاج في أربعة آلاف فكشفهم عن الماء وأقحم الفرس الماء ولما ولغ الفرس ليشرب قال الحسين أنت عطشان وأنا عطشان فلا أشرب حتى أتشرب فرفع فرفع الفرسو رأسه كأنه فهم الكلام ولما مد الحسين يده ليشرب ناداه رجل أتلتذ بالماء وقد هتكت حرمك فرمى الماء ولم يشرب وقصد الخيمة انظر أيها المحب انظر أيها الغيور إلى غيرة أب الشهداء ترك نفسه ضامئا في سبيل المحافظة على ناموسه وعلى عرضه فحافظوا على أعراضكم وامنعوا الأجنبي ولي عنها ما استطعت ثم إنه عليه السلام وادعى عياله ثانيا وأمرهم بالصبر ولبس الأزر وقال استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذبوا عدوكم بأنواع العذاب ويعوذكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقصه من قدركم فصاح عمر بن سعد ويحكم اهجموا عليه ما داما مشغولا بنفسه وحرمه والله إن فرغ لكم لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم فحملوا علي يرمونه بالسهام حتى تخالفت السهام بين أطناب المخيم وشكا سهم بعض أزر النساء فدهشنا وأرعبنا وصحنا ودخلنا الخيمة ينظرنا إلى الحسين كيف يصنع فحمل عليهم كالليث الغضبان فلا يلحق أحدا إلا بعجه بسيفه فيقتله والسهام تأخذه من كل ناحية وهو يتقيها بصدره ونحره ورجع إلى مركزه يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وطلب في هذا الحال ماء فقال الشيمر لا تذوقه حتى ترد النار وناداه رجل يا حسين ألا ترى الفرات كأنه بطون الحيات فلا تشرب منه حتى تموت عطشا فصاح الحسين اللهم أمته عطشا فكان ذلك الرجل يطلب الماء فيؤتى به فيشرب حتى يخرج من فيه وما زال كذلك إلى أن مات عطشا ورماه أبو الحتوف أجع فيه بسام في جبهته فنزعه وسالة الدماء على وجهه فقال اللهم إنك ترى ما أنا فيه من عبادك هؤلاء العصاد اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على وجه الأرض منهم أحدا ولا تغفر لهما بدأ وصاح بصوت عال يا أمة السوء بئس ما خلفتم محمدا في ذريته ما لكم لا سقاكم الله يوم الضمى ولما ضعف عن القتال يا الله وقفا يستريح فرماه لعين بحجر على أجبته فسال الدم على وجهه فأخذ الثام ليمسح الدم عن عينيه رماه آخر بسهم محدب له ثلاث شعور وقعا في صدره وقيل على قلبه لا تبرد فقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وأخرج السام من قفاءه فانبعث الدم كالميزام فوضع يده تحت الجرح فلما امتلأت رما به نحو السماء وقال هونا علي ما نزل به أنه بعين الله ثم وضع ثم وضع يده ثانيا فلما امتلأت لطخ به وجهه ورأسه هو لحيته وقال هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي وأقول يا جاد قتلني فلان وفلان وأعياه نسف الدم فجلس على الأرض ينوه برقبته وانتهى إليه في هذا الحال مالك بن النسف فشتمه ثم ضربه بالسف وانتهى إليه في هذا الحال مالك بن النسف فشتمه ثم ضربه بالسيف على راسه وكان عليه برنس فامتلأ البرنس دمى قال هاني ابن ثبيت الحضرمي إني لواقف عاشر عشر لما صنع الحسين إذ نظرت إلى غلام من آل الحسين عليه إزار وقميص وفي إذنيه درتان وبيده عمود من تلك الأبنية وهو مذعور يتلفد يمينا وشمالا فأقبل رجل يركض حتى إذا دنأ منه مال عن رقبته وعلاه بالسيف فقطعه وذلك الغلام هو محمد ابن أبي سعيد ابن عقيل ابن أبي طالب وكانت أمه تنظر إليه ويمدوشا وبقي الحسين مطروحا على الأرض مليا ولو شاءوا أن يقتلوا لفعلوا إلا أن كل قبيلة تتكل على غيرها فصاح الشمر ما وقوفكم وما تنتظرون بالرجل وقد أثخنته السهام والرماح أحملوا عليه الله أكبر فضربه زرعة ابن شريك على كتفه الأيسار أين أشميه؟ ورماه الحسين في حلقه وطعنه آخر على عاتقه وضربه زنان ابن أنس في ترقوته ثم في بوان صدره ثم رمه بسام في نغره وضربه صالح ابن وهب في جنبه قال هلال ابن نافع كنت واقفا نحو الحسين إذ رأيته يجود بنفسه فالله ما رأيت قتيلا قط مضمخا بدمه أحسن منه ولا أنور وجها وقد شغلني نور وجه عن الفكرة في قتله فطلب في هذا الحال ماء فأبوا أن يسقوه وقال له رجل لا تذوق النا حتى ترد الحامية فتشرب من حميمها قال أنا أرد الحامية إنما أرد على أجد رسول الله وأسكن معه في داره في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأشكو إلي ما ارتكبتم مني وما فعلتم بي فغضبوا بأجمعهم حتى كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة الشيئة وأقبلا فرس الحسين يدور حوله ويلطخون أصيته بدمه ويشموه فرسوا بجعل حسين ويشموه ويصلوا صهيلاً عاليا قال أبو جعفر الباقر كان يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها وتوجه نحو المخيم بذلك الصهيل فلما نظرنا النساء إلى الجوادي مخزيا والسارج عليه ملويا خرجنا من الخدور على الخدود إلى طمات يا الله شد نفسك وبالعوي لدعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرع الحسين مبادرات فواحدة تحنو على تضموه وأخرى عليه بالرداء تضللوه وأخرى بفايض النحر تصبغ شعره وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى لما قد نالها أليس تعقله وصاحت أم كلثوم ومحمدا وأبتا وعليا كشف رأسك وجعفرا وحمزتا هذا حسين من العرب صريع بكربلا ونادى الزينب وأخاه وسيداه وآل بيتاه ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تددكت على السه وانتهت نحو الحسين وقدنا منه عمر بن ساد في جماعة من أصحابه والحسين يجود بنفسه فقالت أي عمر أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه فصرفا بوجيه عنها ودموعه تسيل على لحيته فصاحت ويحكم أما فيكم مسلم فلم يجبها أحد وصاحب نسعد بالناس انزلوا إليه وأريحوه فبدر إليه شمر فرفسه برجل وجلس على صدره وقبض على شيبة المقدسة وضربه بالسيف اثنى عشر بربا واحتز رأسه المقدس أيوة إماما وحسينة وسيدا وسيدا تقل لا يشمر بالدخل ما بي من جرح والله مضاد أبدو الله يا زهراء أبدو الله يا زهراء أبدو الله يا زهراء أبدو الله على حيلك أبدو الله أبدو الله حسين حسين على رأسك حسين أعلى أعلى Republicans سورهم خيشوا في العالم أبدو الله يا زهراء ما ننسى حسينة . ماش قد ما عندك صوت نجمي أبدو الله حسين 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 يا الله نتوجه بالدعاء اللهم نسألك وندعوك بحق هذا اليوم وبحق من قتل فيه فرج عن عراقنا فرج عن اليمن فرج عن البحرين فرج عن لبنان فرج عن ايران فرج عن مصر فرج عن سوريا فرج عن بلاد الاسلام كافة بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان يا الله اللهم احفظ شيعة اهل البيت في كل مكان يا الله وسهل لهم امرهم ولطف بهم قلوب العباد يا الله من كان صاحب حاجة في هذا المجلس اله اقضي حاجته يا رب العالمين سوية اخواني ندعو دعاء الفرج اللهم اخواني وليا وعلا اخواني وليا وحافظا وليا وحافظا وليا وحافظا وحافظا حتى تسكنه ارضك طوعا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وحافظا اخواني وآل محمد أخواني بعد نستعد لإقامة الصلاة إحياءً لأمرها إحياءً على الذي استشهد عليه الحسين وهو إقامة الصلاة استعدوا للصلاة سيؤذن المؤذن بيننا الله أكبر إلى شرف النبي الطاهر الأمين وإلى مقام السادة المعصومين وإلى أرواح الشهداء أجمعين لسيما شهداء العراق رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة معطرةً بذكر محمد وآل محمد